رمضان صبحي رمضان صبحي برضو مشكلة المناشطات احكيلكم حكاية كاملة متكاملة في قصة رمضان صبحي كاملة اقول لكم ده زين بقول لكم ده ايه من مصادره بالتفاصيل المملة كل شيء يخص حكاية رمضان صبحي اشتركوا انا قبل ما بخش على هوا انتم سمعتوا حاجات كتيرة هاوش لو لك دلوقتي دوت في كل التفاصيل ان شاء الله ان شاء الله الدقيقة في حكاية رمضان صبحي بص يا سيدي رمضان لم يثبت عليه انه عينته اجابية في المناشطات تمام دي خلاص حطناها على جابه وعارفينها من زمان ولكن بحسب وكالة مكافحة المنظمة المصرية لمكافحة المناشطات فان رمضان صبحي تلاعب في عينة المناشطات بتاعته طيب هيبقى فيه الايام اللي جاية جلسة استماع تاني هيبقى فيه جلسة استماع من المنظمة المصرية لمكافحة المناشطات لرمضان صبحي عشان يعرفوا ايه اللي حصل تحيق يعني جلسة استماع تحيق يعني وتم ايقاف رمضان صبحي لحين انتهاء هذه التحقيقات وتم ايقاف رمضان صبحي عن اللعب لحين انتهاء هذه التحقيقات او جلسة الاستماع وبعد التحقيقات وبعد القرارات وهيبقى فيه قضايا وفيه تصعيد وهيبقى فيه تفاصيل كثير حلو احنا ماشيين واحدة واحدة اهو ان شاء الله بإذن الله رمضان يعرف يقول دفاعات تخليه يطلع من المشكلة دي لعب مهم المنتخب مصر قبل اي شيء لعب مهم للقرار المصرية موهبة كبيرة نتمنى ده من قلبنا عشان بس الناس اللي بتروح لسكة كتير لأ عايزين رمضان ان شاء الله الامور تمشي معاه بشكل كويس بعد كده رمضان صبحي بعد جالسة الاستماع وبعد ما قدم دفاعاته الامر ده ما اقنعش المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فيتم اقاف رمضان صبحي عن لعب كرة القدم لمدة اربع سنوات كحد اقصى او تلت سنوات كحد ادنى تاني لو تم ادانة رمضان صبحي بشكل رسمي هيتم اقافه اربع سنوات كحد اقصى او تلت سنوات كحد ادنى كارثة بكل المقاييس ليه علشان من كام شهر تلت شهور بس تم اقاف الفرنسي الرائع المميز واحد من اهم المواهب في كرة القدم العالمية بول بوكبا اربع سنوات بسبب نفس المشكلة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات اربع سنوات لبول بوكبا ده معناه ايه معناه ان الموضوع مش هزار ان الموضوع مش ضحك ان الموضوع كارثي وان الموضوع خطير جدا احنا بنتكلم على مشكلة كد قد تؤدي لا قدر الله الانتهاء مشوار رمضان صبحي في كرة القدم ما نتمنهاش والله يا رب ما تحصل ان شاء الله يعني الامور ودفعات رمضان صبحي تقنع منظمة مكافحة المنشطات وبالمناسبة عشان دي نقطة مهمة جدا احنا اللعبة في مصر والاندال في مصر مش قادرة تفهم خطورة الامر ده احنا كنا بنشتغلوا بالصدفة وبالحب زمان دلوقتي العالم كله يتحدث عن هذا الامر بمنتهى القوة والقصوة مع كل اللاعبين في كل الالعاب وابرز واعظم اللاعبين في كل الالعاب تعرضوا لعقوبات بسبب قصة المنشطات دي يا اما بسبب تلاعب يا اما بسبب عينات ايجابية ما فيهاش ما فيهاش خلعان عشان بالمناسبة فيه التصالات حصلت ورمضان حاول وش شريف اكرامي حاول يساعده ويا جماعة حرام مستقب ما فيهاش قواعد وقوانين ما فيهاش اي حاجة مش هتنفع بالحب فان شاء الله رمضان الامر دا يعدي عليه بسلام عشان الموضوع رايح لسكة خطيرة جدا وتتكلم العالم يتحدث النبول بوجبة خلاص مشواره في الكرة انتهى لا عايزين رمضان يكمل بصراحة دا احنا عندنا المواهب نادرة بنقول دايما في كرة القدم المصرية ورمضان واحد من اهم المواهب اللي موجودة في كرة القدم المصرية المهم هو يكون عنده الدفاعات بتاعته اللي تخليه يعرف يخرج من هذا الامر